اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن ما حيى عليهم فلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي من علينا بوجود السيد الأولين والآخرين الذي قال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم مجمعين وعلى آله وصحابته الهادين المهتدين وعلى التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعليكم بتقوى الله تبارك وتعالى والمنافسة في محبة حبيبه وصفوته باتباعه وطاعته والاستمساك بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أصحابه وإترته قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يخببكم الله وقال تعالى من يتعي الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى ومن يتعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنة أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وروا البخاري في صحيحه عن أبي وريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين فقال عمر لأنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه التي بين جنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنزلت لأنت يا رسول الله أحب إليه من نفسه التي بين جنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر وقال علي بن نبي طالب كرم الله وجاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الضماء وقد قالوا إن في القلب طاقة لا يسدها إلا محبة الله ورسوله ومن لم يظهر بذلك فحياته كلها حصرات وهموم وآلام وغموم ألا فسيروا بسيرة هؤلاء في محبة خير العباد الذي من فيضه حصل لنا نعمة الإيجاد والإمداد وقد قالوا إن الإحسان يسترق الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم هو المحسن إلى سائر الأكوان مع ما فيه من أوصاف حميدة وأخلاق كريمة مجيدة قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم حرس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حصبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى وإنك لا على خلق عظيم وقال تعالى وقال تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امرنا امرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالممنين من جنه وانسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يأيو الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورواء نسوان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر وفي رواية ومن صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى الله عليه مئة صلى الله عليه الفا ومن صلى الله عليه الفا ازا حمد كتفه كتفي على باب الجنة فعليكم بالاكثار من الصلاة على النبي شكرا تجد ذلك عند الله هو آظم أجرا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلى على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادي المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر الأنير الأنور وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عزمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليث بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن ستة الباقية لا زالت إلى العراراقية الله انصرنا بهم وانصروا من نصر الدين واخذوا من خذل المسلمين الله أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين والدمر عداء الدين واجعل أموالهم وزراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا نوابا طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واخذر لنا ولوالدينا ولأشاخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفعنا الجهد والجوع والعرياء واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم افرج عن أمة سيدنا محمد اللهم افرج عن أمة سيدنا محمد اللهم افرج عن أمة سيدنا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهيان الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة فإن تسلية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر آمين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التورية الضم لم يحملوها كمذل الحمير يحمل أسفارا بيس مذل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهد القوم الظالمين أولياء أيها الذين هادوا إن زعمتموا أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتموا أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنون الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين فلن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لما تردون إلى أعلم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وصعب إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوه من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أولهون انفضوا إليها وتركوا قائما والما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر 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 آمين 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة